سابع المنزل السابع المنزل سابع المنزل وضع المنزل مع المنزل نهاية حالة ونركز في دقيقة عشان الرول اللي انا حلا بي مش في المنهج دا حاجة اكيوميليتب بيوليك الكريتزا نمبر اف سيليكون اتوم بير وان سنتيمتر كيوب دا لوا الكنسنترشن النمبر بير سنتيمتر كيوب دا الكنسنترشن از دينستي اف سيليكون دي اللي هي رو بتاعة السيليكون ايقوال 2.33 جرام بير سنتيمتر كيوب وان اتوميك ويت 28 استكترين المولار ماث مش الاتوميك المولار ماث هو الاتوميك ويت بس في الجرام صح؟ يبقى معنا كده دا اقدر قول ان هو المولار ويت يبقى المولار ويت هي ايقوال 28 جرام عايز هو ايه عايز النمبر بير سنتيمتر كيوب انا هعملها ريشيو النمبر بير سنتيمتر كيوب اللي هو الكنسنتريشن بتاع السيليكون اوبر الماس في سنتيمتر كيوب اللي هو يعتبر الدينستي هيبقى ايقوال النمبر بير مول اوبر الماس فير مول الريشيو دي متحققه بالسلس يعني اللي هو لو شلته مول مع مول وماس مع ماس سنتيمتر كيوب مع سنتيمتر كيوب هيبقى ايقوال الماس بير مول ده هو المولار ماس النمبر بير اتومس بالمول بأدام يندر النمبر بير اتومس بالمول ايه؟ افو جادروت نمبر للأتف هو صح افو جادروت نمبر ده كده رول ممكن نكتبه احنا عايزين ان السؤالي خلاص نقدر نجيبها افو جادروت نمبر بكامل تيكس بوينت مانتبلاي الدينستي هعمل لها مانتبلاي فوق يبقى تو بوينت سيرتي سري المولار ماس زي ما هو هنا توينتي ات التحويلات مش هنحول ليه؟ لان هنا جرام وهنا جرام في هنا فهنا وفي هنا فهنا بير سنتيميتر كيو فيبقى معنى كاذا، انا مش محتاجة احاول خلاص ده بير مول وهذا بير مول يعين ده جرام بير مول وده سنتيميتر جرام بير سنتيميتر كيو ووهنا نمبر بير سنتيميتر كيو يبقى هي يريش BECU وكلهم زي بعض يبقى اوكي يده ... كده تبقى كم ؟ . 5.011 طيب 10 power 22 Atom per centimeter cube طيب number 2 A sample of pure germanium The concentration of the holes per unit centimeter cube Is 10 power 13 هو مادام هي pure مادام السمبل بتاعتي pure يفقى الconcentration بتاعة الهولز أو الconcentration بتاعة الالكترونز هتبقى سماعي النعوض يبقى الهولز هتبقى equal to 10 power 13 centimeter power negative 3 الهي number of atoms per centimeter cube and on doping with atoms of antimony the concentration of holes decreased to 10 power 11 يبقى معنى كان الهول بعد الدوپنج يعني انا عشان كاولتلكم دي initial اللي هو اي حاجة قبل الدوپنج تبقى الهولز تمام؟ بعد الدوپنج هتبقى P او N على حسب هي مين؟ هيبقى هولز بقى P يبقى decrease to 10 power 11 centimeter power negative 3 عشان هي الconcentration بيبقى الحاجة pair centimeter cube طيب الnumber دا مالوش يونت فهيبقى pair centimeter cube يبقى دا تبقى ايه؟ هيبقى centimeter power negative 3 طيب انا هنا ممكن اشتغل باللوغف ماس اكشن دايركت مش ان بي equal to n i power 2 يبقى ال N هتبقى equal to n i power 2 over P يبقى 10 power 13 power 2 over 10 power 11 بادي كده هتطلق 10 power 15 سنتيمتر في النجر تستيه او بط بقى كده الفرق اما بين دي اتبقت N طيب ان هو عمل دوپنج بفوسفرا مادام عمل دوپنج او انتيموني مادام عمل ب تنتابيلانت انتبقى هيبقى ايه؟ N طيب مادام هيبقى N طيب تلاقي ال N كبيرا قوي 10 power 15 و دا 10 power 11 فهي دا اكبر من دي 10 thousand times طبعا تفهمت الفرق؟ اوكي طيب ثري إن أسامبل أفور سيليكون زا كونسنترات أفور إلكترون قلنا مدام بيوري بدأت النعوي طبعا كده بأخير البركة 2.4 طيبس 10 فار 13 سنتيمتر فار negative 3 and on doping with phosphorus atoms of ratio 1 to 10 power 6 تمام؟ ده الفرق ما بين ال doping والألوي بصوا هنا ال ratio قدي كل كل سميدة واحدة بفوسفرس موجودة وصدها مليون سيليكون إنما الألوي بيبقى مثلا 10 to 90 مثلا 1 to 9 حاجة بيكون رائبة من بعض 2 to 8 and to on بتبقى ratios متقربة إنما هنا لا ال doping يعني النسبة لألوي شوائف حاجة صغيرة جدا بتتخط فعلى عموم يعني أنا ممكن أقول كده إن ال ratio ما بين ال donor اللي هما هيبقوا fossil over silicon هتبقى equal 1 over 10 power 6 ده ال ratio اللي هما ال concentration بتاع السيليكون لو هو بقى عايز يرخم عليها اللي هو ممكن يجبها لي كده مسألة زي دي يعني هو يجب لي دول ما يدينيش ال concentration بتاع السيليكون بيقول لي عملت doping بكذا يبقى أنا أضر أضطر أجيب ال concentration بتاع السيليكون الأول وبعدين أعوّر تمام؟ ده لو هو عايز يرخم في المسألة يعني بس هو المسألة دي ما بيرخمش فيها كبير ويعني بيقلب بيقلب بيقول لي عايز لوق ال concentration بتاع السيليكون يبقى نسي equals 4.42 times 10 power 22 centimeter power negative 3 at the same temperature ويعني بيقلب بيقلب ويقلب من المسألة يبقى أعطي أعطي ندونر مع ندونر هتبقى 1 over 10 power 6 multiply a concentration that's silicon عمي cross multiplication يبقى تبقى 4.42 times 10 power 22 يبقى كده تطلع 4.42 times 10 power كام؟ 15 centimeter power negative 7 بعد كده انا واقدر اقول ان ال N هو دونر ف ال N approximately equal ال Donor concentration اللي هي هي نفس الكلام دوت واقول ان ال P equals NI power 2 over N دونر فاكرين دول بنستخدمهم في ال P type بد اوكي الروز دي بستخدمها في مين؟ في ال P type فده يبقى ال I اللي هي 2.4 times 10 power 13 all power 2 over 4.42 times 10 power 16 ديها تطلع 1.303 times 10 power 10 سنتيمتر power negative او برضو شايفين الفرق يعني هنا ال N times 10 power 16 will be times 10 power 10 يعني الهول الهول اكثر من الهول مليون مره بسنتيمتر كبه 4. add the concentration of electrons or holes in pure silicon is 10 power 10 يبدأت NI مدام بيوري بNI سنتيمتر ثم الزفوسفرس is added with concentration يبدأت الدونر لازم ابقى عارف الاطم اللي هو بيحطه ديها دونر فوسفرس او انتموني دولي بو دونر يبدأت كده يبقى 10 power 12 سنتيمتر or negative 3 calculate the concentration of electrons and the holes in such case طيب ما هو احنا قول ان مدام ايه نوعه N طيب لنوعه حط دونر يبقى معنى كان ال N approximately equal دونر اللي هتبقى 10 power 12 سنتيمتر for negative 3 انما ال P هتبقى NI power 2 over N دونر يبقى 10 power 10 all power 2 over 10 power 12 هتبقى 10 power 8 سنتيمتر for negative 3 وبيقولي ايه N طيب ولا P طيب هتبقى N طيب طب ليه خاطر انا لما طلعت قال يعني بقى انا معرفش ان كده لقيت ال N اكبر من ال P فهي N طيب طب بيقولي ايه هو concentration of aluminum اللي هو acceptors اللي هحطه بحيث يرجعلي pure state تاني وطبعا مش pure state هو كده بقى بقى فيها 2 impurities بس كلمة pure state semi conductor يعني concentration بالالكترون ده معنى كلمة pure state فهنا عشان اقول ان هي تبقى pure state يعني concentration of electrons and holds انا زودته إليكترون يبقى انا حط acceptors زي هم بحيث يرجعوا لي النسبة يبقى انا حط acceptors اللي هم ال aluminum add الدونر اللي كانوا موجودين ده كده equal 10 power 12 centimeter or negative c